سجل معضل التضخم في المملكة خلال شهر يناير الماضي ثالثة تضخم إيجابي على التوالي وبنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما سجل ثلاثة وتسعة عشر في المئة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي وذلك تزامن مع تطبيق ضريبة الكيمة المضافة وتعديل سعار الطاقة والكهرباء حيث سجل الرقم الكياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى مئة وثمانية نقاط خلال مقارنته بمئة وأربعة نقاط خلال شهر يناير من العام الفين وسبعة عشر حيث سجلت عشر مجموعات ارتفاعا وكان قسم التبغى الأكثر ارتفاعا بنسبة أربعة وخمسين ونصف النقطة المؤوية خلال شهر يناير الماضي فيما سجلت مجموعتان تراجعا خلال نفس الشهر تصدرتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة ثمانية في المئة